وعود مجددا إلى ضيفنا من المنام الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أهلا وسهلا بكم سعد معنا في قناة الأخبارية كنت سألت قبل قليل حول استهداف مطار أبهى الدولي من قبل جماعة الحوثي الرهبية المدعومة من إيران استهداف العيان المدنيين استمرار هذه الميليشيا في هذا الانتهاك والمسارعة كذلك بإعلان مسؤوليتها عن هذا العمل باستخدام طائرة بدون طيار كيف تنظرونا وتفسرنا هذا العمل الإجرامي الجبان من قبل الميليشيا الحوثية أول شيء الميليشيا الحوثية تؤكد دوما هذه التحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية بأنهم اليوم محاصرون بأنهم اليوم ليس لديهم اليوم أي حركات سوى أنهم يقومون بعمليات إرهابية تستهدف المدنيين هم لا يقدرون على مجابهة قوات التحالف العربي اليوم يعني هذه الجريمة يجب أن نذكر أن هذه الجريمة هي جريمة حرب استهداف مدنيين آمنين استهداف مناطق حيوية كالمطارات وخصوصا مطار أبهة استهداف مطار أبهة بالتحديد يعني يؤكد دوما بأنهم يريدون الأضرار بالمدنيين بشكل مباشر النقطة الثانية المجتمع الدولي لا زال متخاذل جدا جدا أمام تلك الهجمات الإرهابية يعني هل يعقل أن هناك استهداف واضح لمطار أبهة أكثر من مرة ولا زال المجتمع الدولي يتخاذل عن قرار مشترك بشأن الميليشيات الحوثية هذه النقطة جدا مهمة النقطة الأهم والمحورية اليوم على الدول العربية التي لم تخذ موقف واضح من قبل ميليشيات الحوثية عليها اليوم أن تقوم بعمل مشترك من أجل اليوم رفع خطاب واضح وصريح إلى الأمم المتحدة لإيجاد صيقة قرار موحدة بشأن الميليشيات الحوثية النقطة الثانية والمهمة المملكة العربية السعودية لا زالت مستمرة في إتخاذها إجراءاتها الرادعة ضد الميليشيات الحوثية لعل المملكة العربية السعودية كانت سباقة جدا في تطبيق القانون الدولي بحماية المدنيين وخصوصا في اليمن ولكن اليوم الميليشيات الحوثية لا يعي أصلا قانون الدولي بل يتجاوز ذلك وينتهك دون حرمة لأي قانون أو لأي ميثاق موجود بين الأطراف الدولية وبالتالي هي ميليشيات الرهابية بامتياز طيب استاذ سعد أن تحدثت حول مسؤولية المجتمع المدني تجاه جرائم الحرب التي تمارسها ميليشيات الحوثية الرهابية من خلال استدافها للمدنيين والعيان المدنية وتحديدا سداف مطارها لأكثر من مرة لكن ماذا عن مسؤولية المجتمع المدني الدولي تجاه الممول الأول والداعم الرئيسي لجماعة الحوثي إيران كيفية التعامل والتعاطي الدولي مع الانتهاكات الإيرانية المستمرة اليوم تشهد المنطقة تحركات جادة خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة العقوبات الاقتصادية على إيران يجب عادة تقييم تلك العقوبات اليوم لا يمكن هذه العقوبات هل هي كافية لوقف تمويل الإرهاب في اليمن والدول الأخرى كالعراق ولبنان وسوريا هل هي كافية؟ هذه النقطة جدا مهمة يعني إلى متى سيتم الصمت على التجاوزات الإيرانية لا نريد أن نتحرك كالدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية هناك دول وأطراف أساسية يجب أن تتخذ القارب بشكل مباشر بشأن إيران يعني نحن نترقب اليوم نترقب أن تعقد إجتماعات مطولة بمتحدة خصوصا في مجلس الآن فيما يخص بالملف الإيراني يعني لا زال المجتمع الدولي خلاف الولايات المتحدة الأمريكية لا زال المجتمع الدولي يتخاذل في الملف الإيراني لا نوجد أي تحركات فعلية لدد تلك الدول الأعضاء المؤثرة في القرار الدولي أشكرك شكرا جزيلا من المنام الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد شكرا جزيلا لك